خلال زيارته لدولة غطر وعاصمتها الدوحة رئيس المجلس السيادة عبدالفتاح البرهان التغى بالمسؤولين الغطريين وعلى رأسهم أمير غطر أمير دولة غطر الشيخ تميم بن حمد حديث يبحث مسارات العلاقات بين البلدين في زيارة برفغة وزيرة الخارجية ووزير المالية ووزير الدفاع الزيارة بدأت أمس وتختتم اليوم بالأمس تحدث الرئيس المجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع الجالية السودانية بدولة غطر الدوحة وكان حديث حقيقة شمل كثير من المواضيع التي تحدث فيها البرهان الحاجة للملاحظة في هذه المرحلة التوجه نحو غطر بعد الغطيعة والجفوة التي كانت سائدة في المشهد بعد التغيير والمشهد الذي كان على رأسه البرهان وحميتي ومجموعة العسكرين يمكن الناس بتتذكر الحادثة بتاعت منع الطائرة الغطرية من الهبوط في مطار الخرطوم بعد التغيير بعد أن وصل وفد غطري برئاسة وزيرة خارجية القطري ولكن الحكومة والمجلس العسكري وعلى رأسه البرهان وحميتي رفضوا استقبال الوفد بحجة أنه لم يتم التشاور مع المجلس العسكري بالرغم من التواصل الذي كان موجود مع وزارة الخارجية ومع وكيل وزارة الخارجية في ذلك الوقت المهم تغيرة الأحداث وتغيرة الأشياء وحدث كثير من التغير في الأوضاع منها المصالحة التي تمت بين السعودية وغطر التغيير الذي حدث في أمريكا بزهاب الرئيس السابق دونالد ترامب وفوز الرئيس جو بايدن كلها تغييرات في المنطقة ألغت بظلالة وغيرت بكثير من الأشياء الشيء الأول هي العلاقة بين غطر والسودان وشفنا في الشهر الماضي زيارة نائب الرئيس من السيادة حميتي لدولة غطر وهي زيارة حاول يستبغ بيها أي تحرك في السودان باحتبار أنه هناك تغير جديد فهو حاول أنه يجد لنفسه موطة غدم والآن شفنا عبدالفتاح البرهان اللي مشى غطر واللي بيمدح في غطر والدور الغطري والمساندة الغطرية للسودان وتاريخ غطر مع السودان حقيقة بالأمس استمعنا له هو يتحدث عن دولة غطر فبشكل يعني فيه كثير من التغريز والمدح وده بورينا أنه الآن في تحول جديد المهم في الموضوع أنه عبدالفتاح البرهان تحدث عن كثير من النغاط اللي تستحق أن الناس يجيفوا عندها هو تحدث في أنه قال يعني البلاد بعد التغيير صارت كسيحة بسبب أن هناك ممارسات كانت تتم في الاقتصاد وأن الاقتصاد كان بيدار عبر شخص واحد وبيت واحد وبشنطة يعني أنه ما في دولة موجودة ومؤسسات الحديث ده بيقول للبرهان وهو على رأس الملس السيادة والآن يكمل عامين ونحن شايفين الوضع في السودان عامل كيف والحياة في السودان عاملة كيف وهو رئيس الجمهورية الحقيقي كل هذه المعاناة وكل هذا الفشل وهو الآن بيجي يتحدث بعد عامين عن فشل منظومة سابقة وعن فشل إدارة سابقة وده حديث حقيقة بيبقى ما مقبول وكانه هروب من الواقع في أنك أنت الآن بتدير دولة يعني بسببك وبسبب سياساتك وبسبب شركائك هي صارت كسيحة وصارت غير موجودة حتى ولو يعني أنه لو الناس دارين يتطرفوا في الوصف في أن دولة السودان الآن تعاني معاناة يعني تجعل منها غير موجودة على مستوى دول العالم في الحياة المعيشية والاقتصادية في الخدمات فحقيقة السودان بيعاني جدا بسبب السياسات التي يدار بها الآن وده حديث يعني أنا أفتكر أنه هو هروب أكثر من أنه يعني حديث طبيعي لأنه أنت بتجي المغارنة وبجي الواقع فأنه أنت استلمت دولة كيف والآن كيف أنت ممارستك كيف فما ممكن تهرب عبر منظومة ولمنظومة أصلا هي انتهت برضو يعني ذهب أبعد من ذلك وتحدث وقال نحن العسكريون يعني بنحفظ مغولة الرئيس نميري بأنه سنتعاون مع الشيطان من أجل السودان وده كلام بتقال لما نكون زول دائر يغنعك بالخلاصة بغض النظر عن الطريقة التي أؤدي للخلاصة دي يعني الغاية التي تبرر الوسيلة لو اختنعنا بالغاية التي تحدث عنها البرهان فأنه سيتحالف مع الشيطان من أجل السودان طيب لن نشوف الوسائل ونشوف الواقع من هذا التحالف الشيطاني اللي بتكلم عنه البرهان واللي هو علاقته مع إسرائيل اللي طبع معها العلاقات واللي الآن مجلس الوزراء بيتمع عمس وبيلغي الاتفاق مغاطعة إسرائيل اللي وقع سنة 58 والشيطان الآخر هو اعلان المبادئ اتفاق اعلان المبادئ اللي وقعوا مع عبدالعزيز الحلو واللي بيموجبه هو الآن بيمضي لفصل الدين عن الدولة ويجعل من السودان دولة بلا دين دا تحالف البرهان مع الشيطان من أجل السودان لكن نجي نشوف السودان السودان الآن وين؟ حياة الناس وضعهم الحالي معيشتهم علاجهم تفاصيل الناس عايشين في دولة لا فيها كهرباء لا فيها مويا لا فيها رغيف لا فيها مواصلات لا فيها وغود لا فيها كهرباء وانت بتتحالف مع الشيطان يعني انت تتحالف مع الشيطان لكن أغنعني أنا المواطن دا بإنه تحالفك مع الشيطان دا انت بتلقى منه مقابل عشان أنا علقه لأمشي معك لقدامه لكن ما ممكن انت تتحالف مع الشيطان وفي نفس الوقت الناس بتموت من المعاناة فده كلام ما بيركب مع بعض قال انهينا العداء مع إسرائيل دون أن نتنكر للغضية الفلسطينية انت انهيت الآن العداء مع إسرائيل طيب ما هي الفائدة التي بموجبة انت انهيت هذا العداء نحن الخلاصة اللي قيناه شنو الخلاصة الواضحة جدا من هذا الكلام انه الآن البرهان هو بيتحدث عن مشروع بتاع حكم ما مشروع انتغالي ولا مشروع بتاع رجل وضعات الظروف من المؤسسة العسكرية في مرحلة فارغة في تاريخ السودان في انه بدير مرحلة حتى يوصل الى طريق في النهاية يفضي الى انتخابات ويفضي الى طفويت شعبي يأتي بحكومة وانتخبة لا البرهان الآن هو بيتحدث عن مشروع بتاع حكم رجل الآن عنده مشروع بتاع حكم هو عنده مشروع بتاع حكم حميتي عنده مشروع بتاع حكم وهم بيعملوا كده مرات بيتقابلوا في نقطة بيحسوا انه هم بيكملوا بعض مرات بيحصل صراع وتنافر باحتبار انه ايزوا عنده مشروعه والكلام ده واضح يعني ما ممكن البرهان يمشي يوقع ويعمل تطبيع مع اسرائيل ويقابل نتنياهو ويستقبل ايلي كوهين وزير الاستخبارات الاسرائيل في الخرطوم ويعمل ده كله هو زول ما مفوض ما عنده اي حق في الشيء بيعمل فيه ده نهائيا لا منتخب لا مفوض لا غيره بيعمل الحاجة دي وبدون ما يتشاور مع اي جهة وما خايف من زول ولا هام يو زول ولا فارق معه زول يبقى ده ما رجل انتغالي ده الرجل عنده مشروع بتاع حكم بيثبت في اساس هذا الحكم بعلاقاته بيتواصله بانه هو عنده مشروع بتاع حكم الان بيمضي فوقه عشان كده بيقول لك نحنا انهينا العدام مع اسرائيل طيب انت انهيت العدام مع اسرائيل نحنا كسودانيين بنستفيشنو من انهاء العدام مع اسرائيل بيقدم نظر عن اي حاية تانية انت قدمت شنو الان للشعب السوداني وفرت لهم شنو والذي برضو جزء من السياسة وهي التجويع والتركيع الماشدة في انه انت في النهاية تمضي الى تنفيذ حاجاتك وفي النهاية مبكون للشعب السوداني اي مصلحة